بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً أحبتي من جديد طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي سنتعلم في هذا الفصل الدراسي خبرات جديدة ومهارات مختلفة فالتربية الفنية يوجد بها العديد من المجالات المختلفة فماذا سنتعلم من خلال هذا الفصل الدراسي؟ فكما قلنا قبل قليل أن التربية الفنية يوجد بها العديد من المجالات الرسم، التنوين، الطباعة، الزخرفة، التشكيل بالطين، التشكيل بالخامات، النسيج كل هذه المجالات تختلف أسلوبها وطريقتها وتقنيتها عن المجال الآخر مما يجعلني خبراتي أكثر واتساع إدراكي أكثر أجرب الخامات وأستخدم التقنيات والأساليب على هذه المجالات لأنتج أعمال فنية مختلفة ومبتكرة فماذا سوف أتعلم خلال هذا الفصل الدراسي؟ سأتعلم وحدة النسيج وأتعلم مهارات مختلفة ومتعددة في مجالات النسيج وكيف توظيف الأعمال النسجية أيضا سأتعلم الطباعة وكيف أقوم بطباعة إما من الطبيعة أو بخامات متنوعة سأطبعها مباشرة أم من خلال قوالب سأستخدم لونا أو عدة ألوان كل هذه الأشياء سنتعلمها خلال الفصل الدراسي الثاني أيضا سنتعلم في وحدة الرسم والتلوين لدينا خبرات سابقة في العام الدراسي الماضي في الصف الأول الابتدائي تعلمنا الألوان الأساسية والثانوية هذا الفصل بإذن الله سنتعلم العديد من العلاقات اللونية بالألوان الباردة والألوان الحارة والألوان المحايدة والتشكيلات اللونية الجميلة والأساليب لهذه التشكيلات أيضا يا أحبتي هنا يجب أن نؤكد على المحافظة على الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول والثاني فمواضيع التي سأتعلمها خلال الفصل الدراسي الثاني ستكون موجودة في الفصل الدراسي الكتاب الفصل الدراسي الأول وموجودة أيضا في كتاب الفصل الدراسي الثاني المحافظة على الكتب تعتبر من القيم التي يجب أن أتعلمها فعينما أحافظ على كتابي فالدولة بدلت جهود كبيرة لوصول هذا الكتاب لديك عزيزي الطالب فحينما ينتهي العام الدراسي أخذ كتبي وأوجهها إلى مدرستي ومدرستي ستقوم بالإجراءات المناسبة لهذا الكتاب فالمواضيع المرتبطة لهذا الكتابين سنأخذها بإذن الله من خلال الفصل الدراسي الثاني ماذا سنتعلم؟ وحدة النسيج ووحدة الطباعة ووحدة الرسم والتلوين هذه هي الوحدات التي سنتناولها بإذن الله تعالى خلال الفصل الدراسي الثاني ففي وحدة النسيج سنتعلم مواضيع مختلفة العابية المنسوجة وأشكال المنسوجة وأنسجوا بخامات مختلفة أما في وحدة الطباعة سنتعلم الطباعة من الطبيعة وطباعة أشكال هندسية وطباعة زخارف هندسية في وحدة الرسم والتلوين أيضا سنتعرف على الألوان الباردة والدافئة وسنتعلم الألوان المحايدة والتشكيلات اللونية بداية في وحدة النسيج في درس ألعاب المنسوجة من خلال هذا الدرس سأتعرف على وأتعلم على مفهوم النسيج ما هو مفهوم النسيج وما الذي أنسى النسيج ولماذا أنا أتعلم النسيج وكيف يحدث النسيج إذن مفهوم النسيج سأتعلم على مكونات النسيج الأساسية سيكون للنسيج مكونات وهي خطوط السدى وخطوط اللحمة وكل منهما له طريقتها في التركيب وكيف أقوم بتثبيتهما بخامات وأدوات مختلفة ومتنوعة أيضا سأتعرف على الخامات التي سأطبقها في عملية النسيج وذلك من خلال معرفتي للموضوع الذي سأقدمه من خلال الإنتاج الفني الذي سأتعلم خطواته وأدواته فكل درس حينما أبدأ بتنفيذه سوف تكون هناك أدوات معينة وستكون هناك خطوات معينة لكي أنتجه إنتاجا فنيا جميلا أيضا ستأعلم كيف عملية النسيج كيف أنسج بخطوط السدى وخطوط اللحمة كيف الطريقة كيف أمرر خيوط اللحمة على خيوط السدى هل ستكون بخطوط متوازية هل هي تكون بخطوط متساوية أم من الأعلى تارة ومن الأسفل تارة وبخطوط متبادلة لكي أحصل على نسيج متماسك وقوي يجب أن أتعلم كيف أقوم بتمرير عملية النسيج وبمكوناته الأساسية أيضا سنتعرف هنا نشاهد خيوط مكونات النسيج وبعض الإنتاج الفني الذي سنقوم بتنفيذه بمشيئة الله في هذا الدرس أيضا أشكال المنسوجة الموضوع الثاني في وحدة النسيج ماذا سأتعلم؟ سأتعلم احتياجات النسيج فالنسيج منذ القدم استخدمه الإنسان لاحتياجات عديدة ولأغراض متنوعة وبطرق وأساليب مختلفة فسأتعلم هنا مصادر الخامات النسيج من أين سأتي بخيوط النسيج؟ ما هي مصادرة؟ هل هي خامات طبيعية؟ أم خامات صناعية؟ أم خامات مستهلكة؟ هل هي قوية؟ هل هي رقيقة؟ متنوعة في خاماتها ومصادرها؟ سأتعلم من أين أحصل على هذه الخامات أيضا سأتعلم أدوات النسيج فالنسيج تختلف أدواته باختلاف الموضوع الذي سأحقق فيه موضوع النسيج فإنما أختار مواضيع مختلفة ستتغير لدي الأدوات وستغير لدي الأساليب فكل موضوع له طريقة معينة وله أسلوب مختلف أيضا سأنفذ من سوجات نفعية كما قلنا عندما أحقق القيمة الجمالية لأعمال الفنية وأحقق أيضا القيمة النفعية سأكون حققت انتاجا فنيا رائع هنا بعض الانتاج الفني الذي سوف نحققه بإذن الله خلال الفصل الدراسي الثاني في موضوع أشكالي المنسوجة هنا أيضا في الدرس الثالث أنسج بخامات مختلفة فسأتحدث عن النسيج قديما والنسيج حديثا فكما قلنا النسيج يعتبر من أهم مجالات التربية الفنية وذلك لأهميته وضروريته واحتياجات الإنسان له وفالإنسان القديم اهتم بالنسيج لضروريته في حياته اليومية وتطورت هذه التقنيات وهذه الصناعات وأصبحت هناك أسليبا حديثة للنسيج سنقارن بين خامات النسيج فيوجد خامات رقيقة وخامات سميكة وخامات طبيعية وخامات صناعية حسب الموضوع الذي سأقوم بإنتاجه أيضا سأتعلم تقنيات جديدة في تنفيذ النسيج فنشاهد الخامات تختلف وطرقها تتنوع وطبعا ممكن أن تكون على شكل تركيبات ممكن أن تكون دمج الخامات ممكن استخدام خامات أخرى ومواءمتها لخامات النسيج ما يعطيها قيمة جمالية أعلى أيضا سننفذ منسوجات نفعية وجمالية بخامات مختلفة ومتنوعة من النسيج هنا بعض الإنتاج الفني لبعض الخامات المتنوعة للنسيج سنتناول أيضا وسنتعلم في وحدة الطباعة مواضيع مختلفة ومتنوعة فسنتعلم الطباعة من الطبيعة الطبيعة مليئة بالعناصر التي أستطيع أن أستخدمها في الطباعة مثل أوراق الأشجار وأقصانها وورودها أيضا طباعة أشكال هندسية ما هي الأشكال الهندسية يا أحبتي؟ أنتم تملكون خبرات سابقة ما هي الأشكال الهندسية؟ أحسنتم المثلت والمربع والدائرة والمستطيل هذه الأشكال أستطيع أن أقوم بوضعها بقوالب وطباعتها إما تكون بارزة أو تكون غائرة بالطريقة التي سنتعلمها بإذن الله خلال هذا الفصل الدراسي أيضا سنتعلم طباعة زخارف هندسية كيف أنشأ الزخارف الهندسية؟ من خلال علاقة الأشكال الهندسية مع بعضها البعض وتركيبها بشكل متناسق سأنتج هذه الزخارف الأطباع المطبوعة في العام الدراسي الماضي تعلمنا طرق وأساليب متنوعة في الطباعة وأصبحت لديكم خبرة سابقة في مجال الطباعة هذا العام سنتعلم أساليب أخرى وتقنيات مختلفة عن العام الماضي أيضا بالإضافة إلى خبراتكم وإثراءاتكم السابقة سننتج إنتاجا فنيا جميلا بإذن الله هنا بعض العناصر الطبيعية التي سنستخدمها في طبيعة وهنا بعض القوالب للأشكال الهندسية وكيفية طريقة إنشاء القالب وكيفية طباعته بالطريقة الصحيحة أيضا هنا بعض الزخارف الهندسية قمنا بتنفيذها عن طريق مجال الطباعة إما تكون بقالب واحد أو بقوالب مختلفة ومتعددة والخيار لكم مفتوح مما أصبحها فسيكون لديكم خبرات جميلة في مجال الطباعة أيضا يا أحبتي سنتعلم وحدة الرسم والتلوين يوجد لديكم خبرات سابقة جميلة في التلوين فتعلمنا في السنوات العام الماضي علاقة الألوان مشاهد هنا دائرة الألوان تتكون من ستة ألوان هذه الألوان لها علاقات تختلف كل علاقة عن الأخرى لماذا أتعلم هذه العلاقات ولماذا أتعلم هذه الألوان لكي تساعدني على تنسيق لوحاتي لكي تساعدني على القدرة على التعبير باللون لكي تساعدني على اختيار الألوان الصحيحة فعندما أشاهد هذه الألوان تعلمنا من خلالها سابقا الألوان الأساسية وهي ما هي الألوان الأساسية يا أحبتي؟ الأصفر والأزرق والأحمر هذه هي الألوان الأساسية التي تعلمناها في السابق أيضا تعلمنا الألوان الثانوية كيف أنتج الألوان الثانوية؟ من خلال دمج لونين أساسيين ينتج بهم لون ثانوي فعندما أدمج اللون الأصفر مع اللون الأزرق سينتج لدي لون أخضر وعندما أدمج اللون الأزرق مع اللون الأحمر سينتج لي اللون البنفسجي وعندما أدمج اللون الأحمر مع اللون الأصفر سأحصل على اللون البرتقالي وهذا ما نسميه بعائلة الألوان الثانوية وهذه خبراتكم الآن سنتعرف على علاقة أكثر وهي علاقة الألوان الباردة ما هي الألوان الباردة؟ وأين موقعها في دائرة الألوان؟ فالألوان الباردة عكس الألوان الدافئة فنلاحظ هنا في دائرة الألوان حينما أقوم بقسم دائرة الألوان إلى نصفين سأحصل على ألوان باردة البنفسجي والأزرق والأخضر هذه الألوان نطلق عليها عائلة الألوان الباردة وذلك لتسميتها بقربها للون السماء والخضرة فنشعر بالبرودة أما النصف الآخر هو اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر ولماذا نطلق عليها ألوان دافئة؟ وذلك لعلاقتها وارتباطها بالنار والحرارة والشمس ولكل منهما ميزات تختلف عن الآخر ولكل منهما طريقة تختلف في طريقتها وأساليبها وأختيارها أيضا سنتعرف على الألوان المحايدة أين الألوان المحايدة؟ الألوان المحايدة لا توجد على عجلة دائرة الألوان إذن أين الألوان المحايدة؟ ولماذا لا تكون هذه الألوان موجودة في دائرة الألوان؟ فالألوان المحايدة هي اللون الأسود والأبيض والرمادي ولكن هي غير موجودة في دائرة الألوان فلا نشاهد في دائرة الألوان لا اللون الأسود ولا اللون الأبيض ولا الرمادي لماذا؟ وذلك للعلاقة القوية بين كل لون ولون فحينما أريد أن أغمق اللون البنفسجي ماذا أضيف له؟ اللون الأسود وعندما أقوم بتفتيحه ماذا أضيف له؟ اللون الأبيض ويكون اللون يحقق لدرجات مختلفة لكل لون أيضا اللون الرمادي بإمكاني إضافته لكل لون مما يغير لي في كنة اللون وتشبعه بالإضاءة والقوة والبهتان كل هذه الأشياء وكل هذه المعلومات والمهارات سنتعلمها بإذن الله خلال الفصل الدراسي الثاني أيضا سنتعلم كين نجد هذه الألوان المحايدة في الطبيعة من حولنا عندما أتعلم هذه الألوان سأصبح قادرة ومتمكنة على عمل تشكيلات لونية تشكيلات لونية وذلك من خلال رسومات بأساليب مختلفة وبتقنيات تختلف عن الأخرى باستخدام مواد وخامات وأدوات متوفرة لدي في المنزل فأصبحت قادرة على الابتكار في التلوين أصبحت قادرة على الإبداع في عملية التلوين واستخدام تقنيات مختلفة ومتنوعة وهذا بإذن الله ما سوف نتعلمه من خلال هذا الفصل الدراسي الثاني في مجال وحدة الرسم والتلوين نشاهد هنا بعض الإنتاج الفني الذي بإذن الله سنسعى لتحقيقه خلال هذا الفصل الدراسي هنا نشاهد لوحة فنية قمنا بتنفيذها سنقوم إن شاء الله بتنفيذها بالألوان الدافئة الأحمر والبرتقالي والأصفر وهنا أيضا لوحة فنية أخرى باستخدام الألوان الباردة الأخضر والأزرق وهنا لوحة فنية استخدمناها بالألوان المحايدة اللون الأبيض والأسود والرمادي وتدرجاتهم هنا نلاحظ استخدمنا تكنيك وتقنية مختلفة وذلك بالتشكيلات اللونية التي تعلمنا وسنتعلمها بإذن الله خلال هذا الدرس وماذا سنتعلم أيضا سنتعلم بإذن الله استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية في المجالات التي سنتعلمها في مجال الرسم ومجال التلوين ومجال الطباة فأصبح التعلم هذه التطبيقات الإلكترونية من الضروريات التي يجب أن نتعلمها فهي تعتبر من التعليم الإلكتروني الذي يدعم مهارات القرن الواحد والعشرين مما يجعلني ابتكاراتي أكثر تساعا وخيالي أوسع واستخدام هذه التقنيات بتطبيقات جديدة ومختلفة لتطبيقها في مجال التربية الفنية فكما قلنا بأن هذه التطبيقات مدعمة بالخطوط والنقاط مدعمة بالألوان مدعمة ببعض الأدوات مدعمة بالفرش بأساليب مختلفة ومتنوعة فأنا الآن أصبحت قادرا على استخدام الرسم والتلوين والطباعة بالخامات المباشرة وباستخدام التعليم الإلكتروني الذي يحقق لي ويساهم في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين أيضا يا أحبتي سنكتسب مهارات حياتية متنوعة ونتعلمها من خلال هذا الفصل الدراسي فحينما أقوم بتوظيف هذه الأعمال الفنية وأجمع ما بين القيمة الجمالية والنفعية لهذه الأعمال هنا بعض توظيف الأعمال الفنية لخامة النسيج فحينما أقوم بإنتاج ألعاب النسجية فحينما أنا أقوم بصنع هذه اللعبة سأعتز بنفسي وسأفتخر بالعمل اليدوي الذي قمت بإنشاءه سأتحمل مسؤولية وأقدم أيضا بإمكاني أن أشغل وقت فراغي وأستمتع مع أصدقائي في توظيف هذه الأعمال بما أستفيد منها نفعيا وزيادة خبراتي التجربية ومن خلال اكتساب مهارات وإثراءات في هذه المجالات فحينما أقوم بتقديم هذه الأعمال وأجرب الألوان وأجرب الخامات وأستخدم هذه الأساليب ستكون عندي قدرات وابتكارات خيالية واسعة وأربط ما بين احتياجاتي في مجتمعي ومجالات هذه الفنون فتوظيف الطباعة بإمكاني استخدامها في ملابسي واحتياجاتي فأنا أستطيع أن أصمم وأستطيع أن أختار وأستطيع أن أقوم بحل مشكلات بعض ملبوساتي هنا كيف قمنا بإنشاء هذه المقلمة الجميلة أيضا وذلك باستخدام وتوظيف الطباعة في هذه المجالات أيضا كيف ربطت هذه التوظيفات في تزيين منزلي باستخدام الخامات المتوفرة باستغلال وقتي بالاستفادة وتعزيز وتحمل المسؤولية كل هذه المهارات نتعلمها في إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني أو من خلال دراستنا لمنهج التربية الفنية هنا بعض اللوحات الفنية التي تعبر عن الطبيعة باستخدام الألوان الحارة والألوان الباردة والتقنيات المختلفة في الألوان التشكيلية وهناك العديد والعديد من المهارات التي سنتعلمها ونتحدث عنها فأصبحتم الآن قادرون على التخطيط وعلى التصميم وعلى التلوين وعلى الرسم وعلى تحليل هذه المواد فعندما نقوم بتحليل لوحاتي ولوحات زملائي والمشاركة في تقبل آراء الآخرين بشكل إيجابي والنقد الفني الإيجابي سأصبح قادرة على تقوية نقاط الضعف التي لدي وأعزز نقاط القوة المتوفرة لدي أيضا اطلاعي على أعمالي وأعمال زملائي سيكون لدي خبرات أكثر وتتسع لي دائرة الأفق أكثر بما يجعل لي عندي تغذية بصرية عالية تساعدني على إنشاء مواضيع فنية مختلفة سأتعلم الدقة، سأتعلم الملاحظة، سأتعلم الصبر في أثناء عملية تنفيذ للأعمال فإن جميع الأعمال تتطلب دقة وتعني في تنفيذها ومن ذلك يدعم لي قيمة الصبر وتحمل المسؤولية والمساهمة في إنشاء مجتمع واعي ومثقف أيضا من خلال هذا الانتاج سأساعد على انتشار الثقافة الفنية في بلدي فنحن نساهم بثقافتنا الفنية بتقديم رسالة جميلة للمجتمع وتنشيط الحراك التشكيلي أيضا يا أحبتي سأحافظ على أدواتي وخاماتي وعلى ألواني فكل مجال له أدوات تختلف عن المجال الآخر وله خامة تختلف عن المجال الآخر فاستخدام الأدوات بشكل صحيح وبطريقة صحيحة سيساعدني على انتاج فني صحيح أيضا عندما هناك خامات أساسية وهناك خامات وأدوات بديلة فاستخدام الخامات البديلة أيضا سيساهم في توفير اقتصادي لبعض الأشياء الأساسية التي ممكن أن لا أشتريها وتكون موجودة لدي في المنزل أيضا المحافظة على أعمالي بوضعها في ألبومات أو وضعها في ملف الإنجاز ورفعها في منصة مدرستي ومشاركة معلميني وزملائي في آرائي كل هذه القيم الحياتية سنتعلمها بإذن الله خلال الفصل الدراسي الثاني وبذلك أحبتي نكون أنهينا حصتنا في التمهيد والتهيئة ننتظركم وكلنا شغف بتعلم مجالات التربية الفنية خلال الفصل الدراسي الثاني إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله اشتركوا في القناة